بحث الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط مع عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي السينتر الدموقراطي كريستوفر فان هولوين وسينتر الدموقراطي جيفري ميركالي على رأس وفد من الكونجرس الأمريكي بحث آخر مستجدات الوضع في قطع غزة وخلال اللقاء طلب أبو الغيط الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قصرا من شمال القطاع لجنوبه مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد أنماطا من العقاب الجماعي ترتقي إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني مؤكدا في هذا الصياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقة لإنهاء هذا الصراع وأكد عضو الكونجرس الأمريكي على أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر